هنا في هذا البيت البسيط بجماعة إزناغن تقطن السعودية امرأة في عقدها السادس رفقة زوجها خلال هذا الفصل من السنة تعاني الأسرة الأمرين من أجل حصولي على التدفئة البرد قارس ومن أجل جلب هذه الأعشاب اليابسة يجب أن نذهب إلى أعالي الجبال لمدة يوم كامل وبالتالي أترك زوجي المسين وحيدا المشاقة الكبيرة التي تتكبدها هذه المرأة من أجل جلب هذه الأعشاب اليابسة لا تتوقف هنا بل تستمر لتسبب مشاكل صحية بسبب الدخان المنبعث من هذه الأعشاب أنا رجل مريد والدخان المنبعث من هذه الأعشاب يلحق أضرار الجسيمة بصحتي ويعتبر مشكل التدفئة من بين أهم المشاكل التي يعاني منها قاطن هذه الدواوير البعيدة ويعتبر البعض أن التدفئة بالحساب